تتوسع دائرة الجدل في الولايات المتحدة حول ما إذا كان عناصر الشرطة يتسرعون في بعض الأحيان باستخدام العنف ضد السود وخصوصا الشباب منهم القضاء الأمريكي اضطر لفتح تحقيق فدرالي حول ممارسات شرطة بلتمور في ميرلاند وإمكان حصول تمييز عنصري إثر وفاة شاب أسود بعد اعتقاله وقد أظهر التشريح أن جري قضى بعد إصابته بكسور في عموده الفقري أثناء نقله من دون حزام أمان ومكبل اليدين والقدمين في سيارة الشرطة اليوم فتحت وزارة العدل تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت شرطة بلتمور قامت بممارسات من شأنها انتهاك الدستور وقد زادت طين بيلا نشر صور جديدة لرجولي شرطة يعتقلان شابا من أصول إفريقية بشكل عنيف وكان مصدر الصور أحد رجال الشرطة ويأتي ذلك في خضم تشريع شرطي أبيض متلى بالرصاص في نيويورك من دون أن تتضح منابسات الحادث وهو ما جعل وزارة العدل تعتبر أن الأمر أوسع من صلاحياتها هذا التحقيق سيبدأ فورا هدفنا هو العمل مع المسؤولين الرسميين وقوات الأمن إن التحديات التي نواجهها والتي تواجهها بلتمور لم تنشأ بين ريلة وضحاها ولن تتم معالجتها غدا وفي ديسمبر الماضي قتل ضابطان أخران بمدينة نيويورك بالرصاص في سيارتهما ونشر المسلح المتهم الذي انتحر فيما بعد رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيها عن رغبته في قتل رجال شرطة انتقاما لمقتل أمريكيين من أصول أفريقية وتواجه إدارات الشرطة على مستوى الولايات المتحدة انتقادات عنيفة لاستخدام القوة القاتلة خاصة ضد ذوي الأصول الأفريقية ترجمة نانسي قنقر